أهلا بكم تفهم ليس مهم أن تعرف المعنى المهم أن تقرأ القرآن في الجامعة مع الجماعة أو تسمع عليه في كاسيطة بصوت الحساري ولا الحوديفي ولا عبد الباسط عبد الصامان والدليل أن الناس في رمضان يمشي ويصليوا مثلا في مسجد الحسن الثاني بالآلاف لكي يسمعوا القرآن بصوت القزابري لماذا؟ حيث صوته حنين يطيع عليهم الضيم وأرى ما عندك شحل من واحد ووحدة كي بكي ومن وراء وخا ما يفهمون تشي حال قرأ القارعة كي بكيو قرأ تبتي هذا كي بكيو قرأ العاديات كي بكيو قرأ ليهم صورة الكهف يبكيو المهم يبكيو وخا ما يكون في هذا الصور ما يبكي إلى جيت المعنى ولكن شكون كي يسول على المعنى وشكون عرف أش كي يقول القرآن قاع ولا بغيت تتأكدوا باللي أغلبية المسلمين مفاهمين والوا من القرآن غير كيمشيوا للجامعة يحيدوا عليهم التقل كما كيقولوا بصير قدام شي جامع وبدأ تستجوب الناس اللي خارج قولي مثلا أش كتعني غاسق إذا وقع أش كتعني العاديات ضبحا أش كتعني ويلون لكله مازاتين لو مازا رغم أن هاد الصور القصيرة كل شي كي قرأها في الصلاة وكي سمعها في الجامع هاد شي بلا من هدروا على الصور الطويلة والكلمات المعقادة فيها شحال ديال الناس البساطة كي قرأوا القرآن وكي سمعوا العربية الفصحة كي سحابوا هاد القرآن ما عارتش فيه واحد كي سمع مثلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا كي يقول لك الله الله وهو رمفاهم من هاولو المهم كتسمع بنينا وزوينا ومزوقة بالزواق ديال السجع اللي كيسميه الفقهاء الفاصلة الفاصلة هي هادك اللي كتكون في اللخر والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا هادك حن اللي كتكون في اللخر كتخلي الهدراء موزونة والهدراء الموزونة كتجي مزيانة في السماء ولكن عرفتوا القرآن من اللي كتجي تشوف المعنى كتحييد الغلاف ديال الفصحى والحويج ديال القافية كيتعرم كي يبان على حقيقته وكيتصدم الواحد كي يقول لي نطابق على القرآن ذاك المثل المغربي اللي كيقول ها المزوق من برة أشخ بارك من الداخل يواجهوا معايا نشوفوا بعض الأمثلة باش هاد المزوق من برة نشوفوه من الداخل كيدير قبل ما نبدأ بغيت نقول لكم باللي المغرب مثلا فيه كتر من خمسين في المية ديال الأمية والناس مقارنش مساكن كون كانوا الناس ديالنا باغين الناس يفهموا القرآن كلها ترجموه ليهم للداريجة باش يفهموا حدا بقولوا كيديروا ليهم الإشهار بالداريجة الراديواتش حال من إيداعه ولات بالداريجة وعلاش هاد اللي كيقولوا عليه كلام الله اللي هو أهم من كل شي ما ترجموش للداريجة حيث عارفينهم غادين يثيقوا وإلا فهموه غادين يتصدموا مساكن اللهم ما يخليهم مغطيهم استور بالعربية الفصحة يال هادي ربعتاشر القرن باش تواحد ما يفهم وبقوا غير كيطيع عليهم الضيم من تجويد وصافي ربما يقول لي شي واحد لا القرآن ما كيت ترجمش وعلاش السيدي ترجمته للفرنسية ترجمته للإنجليزية الألمانية السبليونية إلى آخر ماشي إحنا أولا خيرنا يدي غيرنا نترجمو غير لناس أخرين ونخليو ديعونا بلاش شي واحد أو الثاني يقول لك لا هاد يكرها غير ترجمة معاني القرآن ماشي القرآن نفسه السيدي احتى هادي من اللي تساريوا منها سميوها ترجمة معاني القرآن للدارجة المغربية خليو غير الناس يفهموا السيدي ربما شي واحد آخر يقدر يقول لك لا القرآن بالعربية واحنا كنهضرو العربية ما نحتاجوش نترجموه اي واش كون لي قال لك السيدي كنهضرو العربية يكن تعلموا العربية في المدرسة واش من لي كتكون مثلا في الدار كتقول لك أمك ولباك استيقظ يا ابني لقد حان وقته المدرسة ولك يقولوا لك فيقها ولدي رخصك تمشي للمدرسة الفرق كبير العربية الفصحة هي لغتنا الثانية لغتنا الأولى هي الدارجة المغربية والقرآن خاصوا يترجم للدارجة المغربية وانا بديت هاد المشروع ان شاء الله ونتمنى يكملوه معايا ناس أخرين ينضموا لهذا الفكرة باش المغاربين يفيقوا يعرفوا اش كي يقراوا من اللي كي يصليوا ومن اللي كي يمشيوا الجامعة ومن اللي يقرع عليهم الخاطئ بالنهار الجمعة ولا فالحين غير نوريهم نواقض الوضوء واستنجاو بالليصرية ماشي بالامنية وكيفاش يحيدوا الجانابة ونسينا المهم أعوذ بالله السميع العالم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى الصحابة الغر الميمين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يسير كمورنا وشرك صدورنا ونوى قلوبنا وفتم بصالحات أعمالنا اللهم لا يشعل فينا ولا منا ولا معنا شاقين ولا محرومة آمين آمين يا رب العالمين لهذا واحد من الكفار بسمه الوليد بن الوغيرة هذا دبان خاليد بن الوغيرة هذا سمعوا بأنه مشارك سننك للرسول صلى الله سلم وتعجب في الكلام بيرد القرآن تعجب فيه هذا الوليد بن الوغيرة من الكبار من الأعداء دي اللي مات وكافر بالله فهذا لشانت صلت هذه المرؤة والشهنة مشي شي واحد اللي هو رعاف هذه الشهنة فحيت شو قالوا كلام مشي بيردشان هذا هذا مشي كلام بيردشان سمعوا عليه الكفار وقالوا القضية خطيرة جاءوا عندهم تجمعوا وقالوا رحنا يجمعنا لك فلوس باش نعطيه بليك عندنا لك تجمعوا شي كلا من الشي حاجة بزياد القرآن قلت صعبوا بأن أنا أعدي المد وسي ربيك أنا فوقرآن أذرني في سورة المددين أذرني ومن خلقت وحيدة وشعلت له مالا بمدودة وبنين شهودة ومهدت له تمهيدة ثم يطبع أن أزينك ألا إنه كان لآياتنا عديدة سوف نجمع الآيات من بعد منها عينها حينها باش نتكروها للي من بعد فأجبار ركتم كفار في غياب رصد هذا الماء قال لي يشوف ما علمنا الشعر وما هذا بشعر وعلمنا السحر وما هذا بسحر وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثبر وإن أسفله لمغضب وإنه يعلم ولا يعلم عنه هذا اللي عاود عاود الشيء يجيز بنا خطئ وقلب شي كلا محب هذا شهادة حق من عند كافرين عندما رطق دون أن يكون هناك العادة والتقارب القبلية وكذا 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 شو أش قال أنا قال لي كادره من شكلا بشعر قال لي لا 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 عاود عاود لا نفش نقول الناس ربي الحالة دي له حيب جوع الدول يقول إنه فكر وقدره فقسلك فقدره ثم قسلك فقدره ثم نظره ثم عبس وبصره ثم أدبر وستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قوله البشر إنه يقول كلام حقي فلا أحدث اندت يتكلم كلك هكا علمون وليدنا وقالوا لها كلام راكلام الله هو رماش كلام الله اللي مشاف السلوء وعرف الحقيقة ديانك هذا احتوى خصوء إذا كان بغيخ الرسول يجلس ويتزلبر رغيع الشقي في الدنيا وعداب الشقة والأبدية ودليل القيامة لأن السعادة تتم مقترنة عن القرآن راه يستحيل باش يصب الإنسان سعادة في غير القرآن قال تعالى في محكم كتابه في صورة طاها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى فالقرآن أنزله الله بواسطة جبريل عليه السلام أمين الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم لتسعاد البشرية يقول الآن تسمع الشيصالي تسمع الدليل لتسمع الكتالوج ولله المثال الأعلى هو اللي خرق هذا الكون هو اللي خرق هذا الإنسان هو اللي خرق هذه المخلوقات دير مع الدليل ديرها أن هناك كون صامت وهناك كون ناقيق فالكون الناقق هو هذا الذي نعيش به والكون الصامت هو القرآن فيه هاكي ناقيق خلقات هذه هاكي ناقيق خلقات هذه الكفار قالت دور تهي العلماء للي قدام ولا دابا ولا اللي قد يجيو كيفاش الأصل ديال هاكي الكون هذا شي تقول كذا وش تقول كذا ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخدمة مضلين عبدها أنا أتسهل عليكم المعروفين تقول لكم هاكي من الخلقات وهذه من الخلقات يوسيروا في الأرض بشتصرحوا فيها وتعمروها وتساعدوا وتساعدوا المخلوقات ومنهم البشرية فرهانا هنا الفهم هذه السؤالة هذه القرآن مو عجزة فحنا الشنا الإعجاز للقرآن أن سيد ربي عجز البشر يحتفقون الساعة وأن القرآن كلام الله وما يقول نشي واحد رأى كلام وحمد صلى الله عليه وسلم ولا شعجلانا كلام الله وكين تحدي قاكب ولي قل شعجل هاو ما سيديش بتحدي ديالو ولكولي سيجا أما الكلام هكا بش يسعزعوا العقيدة ديال الناس لأنه ما قاريينش وهالش هذا ما دارش في الموش جماعة ديالنا ما تطراش وإحنا سنحاولون بش نمطحون إن شاء الله ويقول كلام ديالنا بالسمن اللي ما في صدورنا وشفاء اللي ما في قلوبنا سبحانه ربي كربي جزيلا ما يصفون والسلام على الموصلين والحمد لله والعالمين والسلام عليكم